السلام عليكم أصدقائي وهلأ نبدأ بكورس ال-HTML شو هي ال-HTML؟ بكل بساطة لغة ال-HTML هي لغة بناء أو لغة هيكلية مثلاً بالصورة الأولى هون بهاي الصورة هون عنا HTML يعني هون HTML تمام؟ ألاقي إنه عبارة عن هيكل الصورة عبارة عن هيكل فقط يعني هون عضاية فقط أشياء هيكلية والصورة اللي تحتها هي عبارة عن HTML زائد CSS يعني الصورة الأولى هي ال-HTML بتعطينا الهيكل تبع الصفحة فقط أما CSS هي اللي بتعطي الجمالية للصفحة وبتعطي الألوان وبتعطي ال-Style أما ال-HTML هي عبارة عن هيكلية فقط للصفحة لغة يعني فقط أعطاء هيكل للصفحة مثل مثلاً هادي البيت هيكل فقط فوق بال-HTML وعندما ضفنا ال-CSS تغيرنا الألوان وأصبح منظره أجمال طيب ال-HTML لحتى نتعلم HTML نروح على ال-Disktop مثلاً وبنعمل New Folder منسمي HTML نروح على أي Text Editor عننا وبنفتح هادي الفولدر عن طريق هادي Text Editor نروح على ال-Disktop نفتح ال-HTML طيب شو بدنا هلا أول شيء بدنا فايل جواته لهذا ال-HTML فولدر نسمي index .html نروح هادي هادي الفايل ال-Index تبع ال-HTML شو هي ال-HTML لغة ال-HTML ببساطة زا نحنا عملنا هادي القوس وكتبنا كلمة HTML جو بسنا enter لحنلاقي عطانا مجموعة تاقات طيب أول شيء بنبدأ فيهم واحد واحد هلا عنا doc type HTML doc يعني document type يعني نوع HTML يعني نحنا عم نقول انه نوع هادي document هو HTML يعني نحنا هادي الشيء بنكتبه بشان نحدد نوع document نوع المجلد اللي هو هلا HTML هادي بنكتب فقط مرة واحدة في رأس الصفحة تمام هادي التاق ينكتب فقط مرة واحدة في رأس الصفحة HTML وهادي التاق بساعد البروسر تبعنا بشان يظهر الصفحة بشكل صحيح تمام فالدوكور نحنا بنحدد اول شيء بنعمله بالHTML هو نحدد نوع المجلد اللي هو بنكتب ونحط HTML طيب هلا الHTML هي عبارة عن تاقات ولغة هيكلية اول تاق بالHTML اخذنا هو الDocType تمام طيب هلا فيه تاق ثاني رئيسي اللي هو HTML tag فيه تاقات بالHTML فيه تاق للفتح وتاق للتسكير تمام وفيه تاقات فقط يوجد فيه تاق فتح ما فيه تاق تسكير فمعناتها كل تاق بالHTML هاد هو تاق الفتح نحنا عملنا قوس كتبنا اسم التاق اللي هو HTML وبعدين سكرنا القوس هيك نحنا عملنا قوس التاق الفتح تاق التسكير يكون عبارة عن كمان قوس وبعدين سلاش وبعدين HTML وبعدين تسكير لهاد القوس فهلأ عنا تاق تاني اللي هو HTML هاد التاق الجزري تبع كل صفحة HTML فكل صفحة على الانترنت موجود فيه الدوك تايب وال HTML تاق هادول تاقات جزرية يجب ان يكون متواجدين في كل صفحة HTML اذا عنا الدوك تايب حددنا نوع الدوكومنت اللي هو HTML وبعدين كتبنا تاق HTML اللي هو تاق الجزري لصفحة الـ HTML تبعنا فهلأ تعلمنا هدول التاقات ونلقاكم ان شاء الله في درس جديد ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب والسلام عليكم اشتركوا في القناة